عموما في حرب أوكرانيا المكاسب لم تعد مرتبطة فقط بالسلاح وإنما الجنود في خطوط المواجهة فالعنصر البشري يشكل عاملا رئيسيا ورغم حملات التجنيد إلا أن موسكو تواجه نقصا كبيرا في عدد الجنود الذين قد يكون عقبا أمام تحقيق نتائج ملموسة النقص الشديد دفع روسيا سابقا إلى تجنيد السجناء حتى بالإضافة إلى عرض حوافز مالية كبيرة لإغراء الروس بالتطوع للقتال وفق الصحيفة نايف يحمل تفاصيل أكثر حول هذه التعبئة العامة في روسيا العنصر البشري جيلان دائما هو الأساس في مثل هذه الحروب التقليدية مثل ما يحدث طبعا بين روسيا وأوكرانيا في هذه الحرب إذن مشاهدين تعزيز لعدد الجيش الروسي والسبب هو التهديدات المتزايدة هكذا هي نظرة روسيا للوضع حاليا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين يأمر بزيادة عدد أفراد جيشه بواقع 180 ألف جندي ليصل العدد الإجمالي للقوات إلى مليون ونصف المليون جندي المرسوم الرئاسي نشره الكريملين على موقعه الإلكتروني وقدر بوتين في يونيو الماضي عدد القوات المشاركة في الحرب بأوكرانيا بنحو 700 ألف جندي وفي خريف عام 2022 تم استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط لمواجهة الهجوم المضاد لأوكرانيا محللون أنذاك كشفوا أن الكريملين كان مترددا في استدعاء مزيد من جنود الاحتياط خوفا من زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا على غرار ما حدث طبعا في عام 2022 عندما فر مئات الألاف من روسيا تفاديا لإرسالهم إلى جبهات القتال لكن السلطات الروسية ترى بأن التهديدات تتزايد إذن الجيش الروسي مشاهدين بهذه الزيادة سيحتل المرتبة الثانية الثانية عالميا من حيث عدد الجيش متخطيا الصين التي طبعا تأتي في المرتبة الأولى والولايات المتحدة والهند أيضا كذلك بحسب بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية